ملعب الحسن وطار رقعة انتباه ومسرح صراع حسم لقب النسخة الرابعة وثلاثين من كاس أمم إفريقيا بكو ديفوار صهرة كروية ستجسد حلم أحد طرفي النهائي المنتخبان الإفواري والنيجيري السعيان إلى تجديد مشاهد تتوجههما بالكأس وتسييد القارة الصمراء مرة أخرى نهاي نسخة كو ديفوار يحمل في ثنية عدة أرقام وحقائق لكونها النهائية التاسع الذي سيجمع منتخبين تواجه من قبل في دور المجموعات القمة الكلاسيكية بين نيجيريا وكو ديفوار ستكون الأولى في نهاي العرس القارية الشاهد على سبع مواجهات من قبل بين المنتخبين مع أفضلية نيجيريا بأربعة انتصارات وفوزين لكو ديفوار وتعادل وحيد في مختلف الأدوار آخرها ربع نهائي كان جنوب إفريقيا العام 2013 سنة آخر تتويج للنسور النهائي الثامن في تاريخ نيجيريا والأول منذ أزيد من عقد يريد نفقاء النجم فيكتور سيمين أن تكون نهايته خضراف بالتتويج باللقب القاري الرابع ومعادلة رقم غانا في المركز الرابع كأكثر المنتخبات تتويجا المنتخب الإفواري يسعى بدوره من خلال ظهوره الخامس في المشهد الختامي هو الأول منذ تسع سنوات إلى كتابة سطر جديد بإحراز لقبه الثالث ودخول تاريخ المتواجين كتاسع منتخب مضيف يحرز اللقب بعد ثمانية عشرة سنة كاملة منذ آخر تتويج للفراعنة العام 2006 بأرضه قمة كروية واعدة ونهائي يعد بالكثير من الندية والتنافس بين منتخبين فرض وجودهما ضمن قائمة أغلى المنتخبات قيمة فنية وتسويقية فلمن؟ ستكون الغلبة يا ترى هل لأشبال البرتغالي خصي بيسيرو من أول تجربة إفريقية أو لرجال المدرب الطموح؟ إميرس فايي الساعي لأن يكون علامة النجاح الفارقة